اشتركوا في القناة ايماً نلغيها كلها ما قلي حير روح على الوكالة أبداً نلغيها خلص بس يا جلال ألبيك هيك ما بيصير على القليل يرد على تليفونك أنا كنت رح موت من خوفي عليه ايماً لا تموت من الخوف علي خلص كل شي بينحل لا تموت من الخوف طيب عطيني الباسورد خليني شوف إذا فيه إيميالات جديدة ووصلتك ولا لا 3-2-1-31 3-2-1-31 3-2-1-31 ما في شي مهم جلال بيك حتى لو في شي مهم أجل كل شي أجل كل المقابلات يومين أو 3 يام اللي هيك واللي بيلتغوا الغيون طيب جلال بيك على راحتها وبعدها روح أيما روح على الوكالة يعني شكراً لك بس لازم تروح على الوكالة وتتابع الأمور أنا بد يرتاح شوي مثل ما بتعرفوا ما ضل غير آخر قسم بهذا القسم ما بتتخانقوا أنتو لتنازع لانين كتير وحتى يمكن منفصلين مشان هيك مشاعركم كلها حزن وأسف يعني مو رضيانين تشوفوا بعض يعني مبين مين رح يزعل بعد ما ننفصل مبينة آي ميلا لميز خانو شو رأيك ناخد استراحة صغيرة ليش الاستراحة؟ بل كي بتحكي معهنا شوي متوترين كتير ما رح نقدر نكمل هيك آميلا خانو أنت شو رأيك بهالفكرة؟ منحب نسمع رأيك لا أنتو تابعوا أنا بس هيك عمفكر بيني وبين حالي وعم أحكي عادي روح قلبك تفكري لحالك تتخيلي شو ما بدك؟ لأ هو بتاخدي قرارات بطهون اي في شي مشكلة؟ لا 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 ما في شي بنوب في الأمور كلها تمام عم يستعدوا كرمال بكرة في عندهم مشهد متوتر كتير رح يصوروا مشان هيك عم يحاولوا يفوتوا بالجومن هلأ اي كنا عم نحكي عن آخر قصر ما علينا صار في تفاعل مع الإعلان لأنه عملنا على طريقة المسلسل يعني بالعموم كانت النتيجة رائعة هلأ رح اشرح لكم بالتفصيل أول شي منشوفكم متزعلي وبعدها لما بتجي الهدية اللي هي عبارة عن عقد من تصميمنا هاد العقديا اللي رح يصالح العشاء ومنلبسه لقايمة لخانه ولما العشاء بيكونوا عم يتعانقوا منسمع صوت الدوش يعني بيتصالحوا بسبب عقد ما هيك؟ أنا عندي فضول أعرف شغلي إذا ما صورنا هذا المشهد الأخير شو بترتب علينا؟ معقول هالكلام؟ وأنا كمان في عندي سؤال عن جد يعني بصير يكون في ممثلة تانية مع باتوهون بدالي؟ عفواً بس أنا ما قلت أي شي بضحك على فكرة أنا فكرتك عم تمزح يا خانم؟ لا لا بنوب أنا ما عم أمزح بالعكس بيرأيي هاي فكرة حلوة إنه واحدة غريد مسل المشهد عفواً نقدر ناخد استراحة خمس دقائق بعد إذنكم طبعاً 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 صحة وعف يا جيهاد بيك ما في شربة؟ يا أخي هون لازم يكون في شربة على كل وجبة شو هات؟ مو معقول بأمرك جيهاد بيك أهلا وسهلا بيسان أهلين فيك أنا كان بدي أحكي معك يا بيسان كنت بدي أتصل بسرحان بخصوصك بس بعدين قلت بشوفك وجهن لي وجهه في شي مشكلة جيهاد بي؟ أنا فكرت إنه الأمور ماشي منيح هيك بعرف لا لا مكفي مشكلة في فكرة بخصوص عمل جديد بعقلي كنت بدي أحكي مع سرحان بهالخصوص وبدي إياكي أنت وبارش بهالعمل اه أكيد منحكي بهالخصوص منيح إنك إجيت لأنه حابة أحكي معاك بموضوع كتير مهم خير أنا خطرة ببعلي فكرة مشان يوم عيد الحب انت بتعرف إنه أنا وبارش نفصلنا بس عم أقول إذا منوجه رسالة صغيرة بهاليوم شو رأيك؟ يعني مشان ترجع وترطبتوا من جديد لا مو هيك يعني نحنا الاثنين هلأ ما في حدا بحياتنا قلت لحالي بنعمل شي خاص بهذا اليوم متى الريبورتاج الزبي بخصوص العشق والعلاقات وهيك الشي برأيي هذا الموضوع أكيد رح يكون كتير حلو مميز بهيك يوم يعني هلأ قللي شو رأيك؟ بصير طبعا يا بيسا أنا ما بقول لا لهيك أفكار أبدا بس أهم شي إنه ما حدا يفهمني غلط أنا بدي أعمل الأفضل للشغلي وهذا الريبورتاج رح يرفع نسب المشاهدة كتير بأكد لك هذا الشي جي هاد بك أكيد ليش لحتى ما يرفعه؟ راح يتساؤلوا إذا رجعت العلاقة ولا لا وإذا راح ترجع هيك فينا نرفع نسب المشاهدة طبعا وأنا كمان هيك عم أقول بس إذا بتصرح إنه هالفكرة بتكون فكرتك أنت لأنه إذا عرفوا إنه هالفكرة اقتراحي لميسوا بارش رح يعترضوا بأكدلك هالشي مشان هيك حبات استشيرك ويا ريت إنه ما تقول لحدا إنه أنا اللي قلتلك عن هالفكرة ما تعكلها مرة حدخلك بالقصة وبحكي مع سرحان ومع لميس وحتى بدي أتصل ببارش كمان شكران كتير عن جد شكران كتير وأكيد ما رح تندم بأكد لك يا ابني جيب لأ الأكل للبنة ملك شايفة متل عود أصلا؟ من الأول كان لازم إدفع مصاري سيراج هلا هادا بديو يلبسني لهاقة كرمال الله هاد؟ وصلت فيك الوقاحة لهون؟ أنت كنت عم تقول عني تحت الوسط أنا ما قلت إنه أنت تحت الوسط قلت إنه قبلت فيلم سيء لا تقولي حكي على كيفك؟ طبعاً أنت متعودة تمثل بأفلام الأوسكار وأنا يا ضو بيطلع لي تمثل بأفلام شلون ما كان ما هيك؟ ما أنا عرفان كيف وصلنا لهون كيف وصلنا لهذه الحالة فاهميني أنت شو قصدك تقول؟ بس لحظة بس لحظة بس لحظة ممكن نعرف شو عم يصير هون يعني إذا في مجال؟ لميس أنا ما رح مسل بهذا الأعلان وأنا كمان لميس بدي قل له شغلة بما أنه نحنا نفصلنا فما في داعي نمسل قدام العالم إنه نحنا سنائي كتير رائع يي نحنا لسه من يومين كنا عم نحكي وما كان في شي بيناتكون يعني أنا غلطانة باتو هان قل لي مظبوط نحنا نفصلنا مبارح ناديلهم خلينا نخبرهم إنه نفصلنا وبلها الإعلام لا هذا الشي ما بيصير أبدا نحنا بدنا نصور هالإعلام بكرة ما فينا نوقف ونلغي كل شي بآخر لحظة هيك لا تأخذونا وبتوقع ما في داعي نذكركم بالشروط الجزائية المعروفة أي طبعا أنا ما بدي وأنا ما بدي ما عم يدر أعد مع عيميلا بغرفي واحدة ولو دقيقة وإذا انتبهت أنا قلت عنك عيميلا ما قلت هي مزوقة نجاح رائع حياتي ألف مبروك تابع بهالطريقة ماشي باتوهان قوم سيراش لقد الأعد باتوهان باتوهان سيراش بيك شو راح يصير هلأ؟ ما بعرف أبدا يعني معقولة يعلقوا مع بعضهم بآخر لحظة؟ شكله عيد الحب هالسنة نحس على الكل قل الناس عم يتخانق وأو عم يتطلق وأو عم ينفصلوا مين اتطلق؟ سيراش بيك بكرة راح يتطلق هو مياه دخاما انا دورت بمكتب سراج ما لقيت شي اخي ودورت برفوف لغزانة وما لقيت شي كمان خلص اخي لا تعمل شي ازا شافوك رح يفهموك بطريقة غلط بتوقع القصة براسك انا بلاقي طريقة خلص حالي انت لا تاكل همي بركي الصور مو ابعوطين الا لسرحان يعني باعتبار هو مدير الوكالة هيك قلتك مثل ما عمقلك لبقى تفوت على ولا مكتب ماشي اخي بنا ما توقع حالك بمشاكل جديدة حاولت تفكر باللي صار معك من قبل وفكر اديش عنينا فكر من ورا نيتك الطيبة لوين مصلت فيك المواصيل ولا تعمل شي لو سمحت ايه طيب ماشي اخي ايه شو بدنا نعمل كيف بدنا نصالح باتوهان وقايميلا لا حسب ما فهمت ما في شي خطيرة بالموضوع عمقول اذا بتحكم مع كل واحد منهم على جنب لحاله انتو عن جد شايفين انو في ضرورة لانو نتصالحوا خلونا نخلص من قصة الاعلان وبعدها يصطفلوا يعملوا يلي بالدنيا اه جماعة الاعلان عم يتصطوا فيكي ايه وانت قالوا نعم اهلين ايه ايه طلع الرقم عندي شو امتى لا 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 ما عملوا هيك تصريح ابدا شبه مستحيل طيب طيب انا راح شوف الموضوع تمام تمام انا بتتصل بحضرتك يا الله اه لميس خانوم هن الاتنين مصرحين انو ننفصلوا عن بعض يوم واحد هو يوم معقول ما كافيون يستنوا يوم واحد لحتى يعملوا التصريح شوفي شو قال شوفي داعي لكل هدول القصص هيصرحوا شو استفادوا اخ منك يا جلال بيك اخ سوسو كيفك نيحا شبك ليش عم تبكي شو فيه ولا شي يعني السيناريو مؤثر كتير اه شو عم تقري سوسو انا لما قرأت هدى الفيلم كنت رح اغمع على قد ما اضحكت مع هيك برأيه في جانب مؤثر ومؤلم كتير فيه جلال بيك كمان زعلان ومأهور شو رأيك اجمعكم مع بعض وتحكو؟ قال زعلان قال خلي يزعل طبعا مو كل شي صار بسببه شو صار سوسو فاهميني شو صار؟ بسببه تم إلغاء فيلم الموحيط الزهبي ايمن حكى مع الممولين وقال لهم ما يدعموا الفيلم سوسو شو عم تحكي معقول جلال بيك يعمل هيك شي معقول؟ عم لا بعدين لو انه ما عامله ليش لحتى يعترف؟ ليش ما قلي انه كذب؟ مين بيعرف بهالموضوع؟ انا وانتي وجلال بيك ومين؟ ما بعرف بس انا ما بتوقع انه الموضوع رح يضل سري كتير يعني إلا ما ينتشف طيب سوسو خلاص رؤي انتي ايه؟ وكالتي يقو يعطيك العافية سرحان جلال حكى مع الرعاة وطلب منه ان يسحبوا من دعم العمل ما رح نقدر نستمر بالفيلم للأسف إلى اللقاء يا الله دولين ودجلة تركونا لحالنا طيب هادر وسكروا الباب وراكم لو سمحتوا يلا أنا بلشت حس انكم عم تتصرفوا بعض التصرفات بشكل مقصول يعني مجرد تصوير اعلان صغير ما قدرتوا تكملوه وفشلته لا تلبسنا القصة هنه اللي ينفصلوا وما بدون يمثلوا مع بعضهم حلو كتير رائح طيب ونحنا شو شغلتنا؟ اللي طول بالك أنا بالله بهذا النمط من حالات سوق التفاهم ووظيفتنا كمدراء نحل سوق التفاهم الحاصل وننفذ الاتفاقية لبيناتنا وبين الماركة وما نسبب أي أخلال بالعقد ونوقف جنب الممثلين تبعنا ماهين؟ اللولي إذا غلطان مو هادا شغلنا؟ آه دج ليه شو هاد؟ آه زيت تنكري جايبي زيت تنكري لحالي؟ ايه اشتريت زيت تنكري ليش بقى؟ لوين معزومة؟ لوين بدك تروحي؟ ماني معزومة على محل بديها للبيت فيك تعتبر الموضوع شخصي اشتريته مشانقلبسه لحالي انتي متأكدة؟ متأكدة طبعا شو بدك تعملي بكرة المساء؟ شو بدي أعمل؟ يعني شو فيني أعمل؟ رح أقلبسه وقعد بالبيت لحالي يعني ما عندك أي مخطط لعيد الحب؟ ايه؟ دج ليه؟ هم؟ فهميني انتي في عندك حبيب شي؟ يعني ليكون في عندك وعم بتحاولي تخبيه علينا؟ لا أبدا طبعا ما في هيك شي حلو كتير لهيك أنا خطرت ببالي فكرة وقلت طالما كلنا سناغل انتي وأنا وأيمن وسهيلة خلينا نطلع كلنا مع بعض ونعمل شي سهرة مرتبة والله فكرة بس ما بتوقع تزبط صحيح قلتلك أني لحالي بس ميرال ساكنة معي ايه حلو كتير وين المشكلة؟ حسب ما فهمت هي كمان سنجل وما عندها حدا تصهر معه فشو رأيك تقولي له؟ تجي ومنطلع كل لياتنا سوى ومنصهر تمام؟ ماشي أنا رح أسأله بس ما بتوقعتش لا بتجي ميرال بتحبنا كتير ايه طيب أنا بسأله وإذا ما عنده شي ببقى بخبرك ماشي؟ لكن خليني خطت وين بدنا نعمل السهرة تمام انت شو اقتراحاتك صرحان؟ أنا ما عمعيش هيك مشاكل مع الممثليني اللي عندي يعني ما عندي حدا ترك الشغل وحمل حاله وراحة مشان هيك ما عندي اقتراحات انتو اللي لازم تفكروا وقبل شوي إيجاني إيميل منها كان وقال إنه فيلم المحيط الزهبي خلص التغى والسبب؟ السبب جلال ما في أي سبب تاني حكى مع الرعاة وبسببه التغى الفيلم شو قال كمان؟ وقف جنب كل ممثل وهمسله بإذنه وقال له لا تمثل بهالفيلم؟ شو هالعلاكات؟ سيراج ملاحظ إنه لميس ما عم تحكي بنو؟ لأنه هي تعرف إنه جلال عمل هيك وبتعرف إنه غلطان شو رأيك؟ لميس؟ صحيح هذا الكلام عن جد فيه هيك شيء أنا هاد الموضوع ما بدي يدخل فيه لأنه ما بيخصني بالفترة الأخيرة عم نرتكب كتير أخطار عم نخسر ممثلين وعم نضطر ندفع تعويضات وما عم نقدر نستغل الفرص اللي عم تطلع قدامنا ليش؟ لأنه كل واحد عقله مشوش بمكانه الفناني اللي عم نسته عم يحاول يوصل لمدير أعماله بس ما عم بيقدر يوصله أنتو عم تصعبوا؟ شو عم بيحكي معكم؟ هذا الشي ما بيصير إذا انتبهتوا بالفترة الأخيرة ما كان عنا إلا نجاح وحيد هو إنه قدرنا نقنع قولبان أرجان لا تختار وكالتنا عفواً أنا قلت نجحنا بس هذا نجاحي أنا وبس لأنه أنا يلي جبت قولبان أرجان ما بصدق كيف تتركوا هيك نجمة كبيرة إلى سنة كاملة من دون مدير أعماله وما بيختاروا على باكن جيبوها تمام صرحان هذا كله نجاحك أنت أنت عملت كل شي يعني الممثلين طبعك ما بيعملوا مشاكل بنوب مبسوط؟ فينا الروح؟ لأنه فيه أشغال لازم نعملها يا أما أنتو خليكن هون وطابعوا حديثكن بس أنا مو قدرانة يتابع بهالحديث اللي ما له معنا إذا بتشتغلوا شغلكم بطريقة صحيحة ما بتضطروا تسمعوا هيك نمط من الأحديث شكراً هلا فيك تطلعي وعندك التعويضات اللي بدك تدفع على اليابانيين كله إجا فوق بعض والبعض أنت زعلان علي ما هيك؟ كتير ألو باتوهان وينك؟ تمام نسق أمورك بدنا نحكي لمسا إيه بدنا نحكي بخصوص الإعلان ولا تقلب لي ما بدنا نحكي به هالموضوع أبدا؟ لأنه بدنا نحكي وبدنا نلاقي نقطة مشتركة تمام ناطر اتصالك فضل فريدة كيفك؟ ايييييييييييييييييي! مين إجاة مين إجاة حبيبتي أنتي أوم يا أمرا شو شتقتلك؟ كيفي؟ أنا منيحة كيت حسنا أنت 2 أمرا أمرا بلنا كيك أنت كيفك يلا عادي هناك واحكيلي أنا جايل عندك يا فريدة لأنه بدي اطلب منك طلب صغير كتير هذا الموضوع ما في حدا غيرك بيحله حكيلي لا شوف هو موضوع إلو على أبعيد الحل آه في عندي فكرة بخصوص التعويضات اللي بنيندفع لليابانيين خلينا نحكي بالموضوع مع بعض أنا بحياتي ما حبيت عيد الحب أبداً وإنتي بتعرفي هالشي نوعاً ما طبعاً ولما كان في عندي حبيب ما كنت مهوسة بهالموضوع أبداً ولهلأ ما بيعجبني مشان هيك قلت نحنا بالوكالة كلنا عذابية تمام؟ يعني ما حدا مرتبط فينا ما في حدا أنا وحيدة أم؟ وبابا وماما وضعهم معروف أم؟ وأنتي وأنا طبعاً أم؟ أم؟ لميس كمان ما عنده حبيب ودجلة ما عنده أم؟ يعني ما حدا عنده حبيب هون أم؟ أم؟ لهيك أنا عم قول مدام نحنا بهالحالة معناها خلينا نعمل حفلة عزوبية حلو كتير يعني منعمل حفلة حلوة لنا كلنا ومنتسلة وهيك بتصلح مزاجنا شوي ومنقضي وقت مع بعض في عندي رفيق عنده كافة فكرت أنه ممكن نعمله عنده طبعاً يعني بتكون خاصة يعني نحنا ببعضنا وما في حدا غريب أبداً شو رأيك بهالفكرة؟ فكره حلوة كتير أه بس هلأ إذا أنا اللي اقترحت الفكرة وقلتلهم تعالو رح يلاقوا حجة وما حدا رح يجي فيهم أنا بعرف مشان هيك فكرت أنه أنتي ممكن تساعديني كانت حفلة راس السنة بوقتها كتير حلوة أنا ما بتخيل أنه في حدا ممكن يقلك لأ أنا كتير حابة نغير جوا ونسهر كلنا مع بعض ممكن تساعدني يا فريدة طبعاً رح ساعدك يا روحي ولو معقولة ما ساعدك أنت هلأ إليلي عنوان المكان بالتفصيل وأي ساعة لازم نحن نكون موجودين هناك وأنا رح إجمع لك كل العالم ويجب لك ياهو شكراً كتير شكراً كتير أنت ما في منك أبداً يا روحي عمري أنت حبيبتي أنت أميرتي بربوجتي تسمح لي فوت؟ فوتي يا روحي أنت لش مؤايني؟ دريت أنه بكرة موعدة واتطلقكم إذا بتحب أنا ممكن نروح معك لا ما في داعي أنا حابة بروح لحالي بيسان بتعرف بالموضوع؟ لا طيب خدني معك بنتظرك بالسيارة ما فوت على المحكمة ما عليش تجلي بلا أنت بتعرف أنك مو مجبورة تروح ما؟ إيه بعرف طبعاً بس على القليلة أنا بظلني مدينة لميادة بكفي ما بدي زاعة لأكتر من هيك أنا ما بعرف أبداً شو بينقال بهذه المواقف صدقني يعني ما في داعي تقولي شي واضح أنك الآن علي هالشعور لحالك ريح لي هاي الفكرة بالأول كانت مستحيلة بالنسبة إلي كنت رافضة بس مع مرور الوقت صرت عم حصة منطقية أكتر عن جد عم قول شو رأيك أنا وإنتي نترك الوكالة؟ منتركها منعمل وكالة جديدة منبدأ من أول وجديد يعني منتصل بممثليننا واللي بيحب يجي معنا يجي منأسس وكالة جديدة مع اللي بيجي معنا تمام؟ بعرف أكيد الأمور رح تكون صعبة كتير بالبداية بس على القليلة بيكون شغلنا من رأسنا يا لميس يعني ما بيضل في زلمة فوق رأسنا عم يعلمنا شو بنعمل طول الوقت شو؟ شكرا للمشاهدة نحن بوضع مخيف فريدة خانو خليني فرجيكي تفضل جيني لشوف يعني شو فيها هاي جلال ومشارك بنادي للتعارف ايه هات شي طبيعي يا ابني عادي هو وحيد وحزين واكتقاب ويمكن يتحسن هيك شو فيها يعني ما فيها شي القصة مو متل ما امتي فهمتيا يا فريدة خانوم انا عملتله هي الصفحة مليح والله لا أفر يدخنهم مومني حبداً يعني أنا ما عملت هيك مشان يرتبت أنا فتحت هذا البروفايل مشان أقدر راقب جلال بيك كيف يعني؟ هذا التطبيق مشان العزابية الموجودين بمكان واحد يلتقوا يا روحي مو معقول مبلا معقول كتير معقول أنا عملت شغلة صغيرة لما رحت لعن جلال بيك أخذت موبايله منه بالسر وحملت التطبيق وخبيت التطبيق بمكان تاني مشان ما يشوفه وبعدين فتحت لحالي بروفايل مرة مشان نقدر تابع جلال بيك وراقبه لو تعرفي عديش زعلان على جلال بيك يا فريدة خانم لو تشوفي حالته لهيك أنا بحاجة لمساعدتك يا خانم لحظة إيمان شو رأيك؟ نحنا ما نفوت بالدراما كتير لهي الدرجة هلأ بدي منك تحكيلي كل شي بالتفصيل من طقطة للسلام عليكم يا فريدة خانم عم بتصل فيه مع مريد عم ببعث رسائل مع مجعوبني رحت على بيته شعره منكوش وحالتهم بهذا الأناية مع الصوفاي سير دار اتصل فيه وما رد عليه أبدا بقية المواصلين اتصلوا كمان ما رد عليهم ما عم يرد على حدا أبدا قال لي انت حل الأمور كله ياته أنا ما بدي شوف حدا بالمرة بس هو هلأ طلع وينه يعني؟ والله ما بعرف يا فريدة خانم ورجيني حسب التطبيق هو بمكان قريب من هون تطبيق عم يقول إنه هو حولينا بمكان قريب خلينا نروح دغري هلأ تمام أنا ما عم بفهم شو اللي جايبه لهون بس يا خوفي يكون عنده شي لقاء سري مع شي ممثل مثلا أنا ما بتوقع هيك شي أبدا تعرف لأنه هو قال لك إنه ما بديه يشوف حدا ايه صاح مظبوط هيك قال لي ايه شو عم يعمل هون لك كان به الجو البارد ايه والله إيدي تجمز سلامك بارد عضيني لشوف تفضلي وين هون؟ ها 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 ليكو هون شوف برايك نروح نحا كيف هريدة خانم لأ انت استناني هون مالت ـ worlds ألونا فاطي كيف عرفت إني هون؟ شو بدك تعمل؟ لقيتك بطريقة من هالطرف قلت يك شو بدي أعمل؟ شكل الأمور مو كتير منيحة قل مانك عم بتشوف حدا؟ وما عم بترد على اتصالات الممثلين؟ يعني برأيك رح تنحل وإنت قاعد هيك عم ترمي خبز للسمك عشاط؟ شو رأيك؟ ما رح تنحل طبعاً رحنا كتير مشغول بالنا عليك شو صاير معك؟ حكي لي لشوف كل هذا عم بيصير بس لأنك تخانقت مع سوهيلة شو عملت لك سوهيلة؟ سوهيلة ما عملت لي شي فريدة عن جد سوهيلة ما عملت أي شي أنا يلي عملت كل شي أنا خربت الدني يعني عم فكر عم لاقي حالي جرحتها ووقفت بطريق شغلة أنا خفت يصير شي بيني وبينها كان لهيك فقستلن فيلمهم أنا اللي عملت هيك يعني كل شي صار بسببي ولهيك ما عم تطلع بيوشي سوهيلة ما عم تطلع بوشك وإنت ما عم تحكي مع الممثلين مظبوط ولا عم ترد على انتصالاتهم يعني هيك رح تضل؟ ما بعرف طيب أنا بعرف بعدتلك إيميل شوفوا بالله شوفوا بعدي خلصني جلال ممكن تشوف الإيميل شو هاد؟ هاد برنامج من شهر حضرتك ترويق وتبلش فيه اعتباراً من اليوم فريدة انت بتعرفي ان علاقتي مع البرامج مو منيحة رح تكون علاقتك مع هاد البرنامج منيحة هاد على طول بيفيدنا وأثبت فعاليته بتبلش فيه اليوم تمام رح بلش قوعك تقول تمام بس من شاء تسكتني المسر رح اتصل فيه وإذا ما بترد علي رح اجي ودق بابك بنص الليل جلال لا تنسى أنا بعملها بعرف بتعمليها الحمد لله أنت موجودة يا رو كيف الوضع؟ ماشي الحال ميرال يا ترى كان لازم فكر بشي تاني؟ متل شو؟ ما بعرف يعني لو اشتريت شي هدية مثلاً لا ايو انت فكرتي بشي حلو كتير وإله معنى كبير برأيي بارش رح ينبسط كتير بس يشوفها لا تاكليهم هيك رأيك؟ هااااااااااااااااااااااااو اذا كمان في باقت ورد أنا رح يقطع لقلبيها أنا رح افتح الباب ايه طيب افتحها انتي كم باقت ورد صار وبارش؟ مو معقول انتي دجليجة أيمن إذا نعطرين حدا تاني بروح انا لا أبداً في شاب معنا بالمكتب اسمه بارش بيضال يبعث لي ورد على طول وأنا فكرتك هو ايه ثواني لحظة لحظة بس أنا جاية يا رجلة أيمن ممكن نحكي دايتين ممكن تفضل شكراً ألو ايفا رد عليلي يا روحي بلشت بالبرنامج لا نايم شوي جلال لو سمحت بل حكي فاضي هلا أفتاح القائم فوراً وبلش بالمادة رقم واحد وبيدي إياك بعدها فوراً تبعث لي صورتك معك خمس دقائق فريق وموقف جلال سمعني يا روحي المادة الأولى سهلة كتير بتوقف على رشليك بس صدقني عميل هالشي وبعدها رح تشوف كيف بقيد الأمور رح تمشي بكل سهولة مفهوم؟ بالأول قوم من الفرشة وبوشك على الحمام ما تطلع هيك نفز ايه؟ رتب لي أمورك فرشي لي سنانك مشط لي شعراتك صرت هلأ هيك ممتاز جاهز لتطلع لبرة وتبلش من جديد شكراً كتير على الورد كلك زو العفو ألو ما صار في فرصة لحتى نحكي أنا وياك دجلة أنا ما حبيت يضل الموضوع لبكرة مشان هيك أجيت أنا بعتذر كتير منك عن جد القصة صارت من دون قصدي كيف يعني صارت من دون قصد أيمن؟ أنت رح تقلت للبنت أنه اسمك دجلة أرتم ولا لا؟ أي مبلا قلت لها هيك بلحظة الله عمى على قلبي معرفت شو صار وطلعت الكلمة من تمي يا دجلة يعني أنت أكتر حدا بيعرف أنا قداش كنت حابب صير مدير أعمال بعرف أيمن أنا أصلاً فكرت أنه أنت اللي رح يختاروك بوقتها وعلى طول بقلك هاد الكلام بس لما استخدمت اسمي معيك حق معيك حق شو ما قلتي معيك حق أنا بعرف هالشي أنا آسف كتير يا دجلة عن جد أنتي معيك حق شو ما قلتي وبوادك ما رح يصير هيك شي مرة تانية بنوب بعدين أنا بعرف منيح قداش أنت عم تتعب هالفترة أشغال لميس خانهم وأشغالك والممثلين الإجداد وغيره وغيره بعرف أنا بقدر ساعدك إمتى محبيتي يا روحي شكراً بس أنا عم بقدر حل أموري ولا يهمك طيب بس حطي هاد الشي ببالك أنا جاهز لأي مساعدة وهلأ خليني روح أنت ارتاح شوي أنا حروح على بيتي وارتاح شوي كمان تمام طيب رح قلبس جاكت أيمن شكراً مرة تاني من شان الورد ولأناك فكرت تجي لهم غليزة ضمي طيب غليز بعتزار كتير انتي ما عم تفهمي لميس؟ أنا ما عندي قدرة لحتى أشوفها لها البنت ليش بقى؟ لأنه عم تستفزني بكل موقف لسه الأسبوع الماضي كنت عم تموت من الحب كان الأسبوع الماضي ايه طبعاً لأنه ما لو قيمة ما هيك لما الأمور عكيفة بعشق وبموت وبدوب بس لما بتصير مو متل ما بدي بقول ما بدي مو جاي عبالي ما رح إجي وما رح روح ما بدي شوف حتى وشه تعرف انت وياها شو هي مشكلتكم؟ انتو بتعيشوا كل شي بشكل مؤقت كل شي بشكل لحظي انتي ليش معصبي لهالدرجة؟ لأنه انتو ما بتعرفوا قيمة الشي اللي عندكن ايه وشو يعني؟ يعني ما بتعرفوا هذا ما مشي حاله خليه انتهي داقت خلاقي ما في داعي ناخد ونعطي كتير مليت نزعجت تضجرت فهمني انت شو بدك يعني ساوي؟ بدك يعني استمر بعلاقة معني سعيدة فيها؟ أنا حابة أطلع لقدام بحياتي لميس انتي بتعرفيني أنا ما بتحمل المشاكل كل شي لحظي عم تيشوا الحياة مثل كأنها لقطة شاشة ما في إلا معنى بنوب ما في شي إلو أي قيمة عندكن كل شي عم يمشي بسرعة كبيرة وبلحظة ما بتشوفيه إلا تغير وبعدها أشخاص تانيين وحماس جديد ومغامرات هيك الحياة بتمشي على طول وبعدها بيتطلع الواحد وراه شو بيضل منه؟ ما بيضل غير قراراته اللي أخدها أنت بس تفكر أنا كيف بقيت لحالي بهاي الحياة وقتها راح تفهم كلامي بس المشكلة إنه راح يكون فات الأوان أنا ما قدرت إمت الأشياء اللي كانت بيني دي وعملت أغلاط كبيرة وما قدرت عوضها لا تعملي الأخطاء اللي أنا عملتها وإلا وحياتك راح تندميها ترجمة نانسي قنقر مرحبا فاضي شوي كان بدي أحكي معاك بخصوص الشغل اه طبعا تفضلي لا تأخذني بارش جيت بدون ما خبرك من وين إجتهاي؟ جديدة مو هيك؟ اه جديدة شو صار باللي جبت لك ياها أنا مكسرت أكيد ما هيك؟ اه مكسرت في حدا جب لك ياها هدية يعني؟ اه هدية من شخص خاص اه تفضلي مو كنتي عم تحكي عن الشغل؟ اه كنت عم احكي اتصل فيك جهاد بك شي؟ اه اه اتصل بس ما قدرت رد اه واتصل فيني أنا كمان وحكينا وانا رح قللك شو بدو يقول بدو يانا نقدم رسالة بخصوص يوم عيد الحب لا وانا كمان هيك قلت له قلت له ما فينا نتصرف كأنه مرتبطين مرة تانية ايه برافو عليك ايه أنا كمان فكرت بنفس الطريقة بس هو ما قطنع قال ما في داعي نكون مرتبطين فينا نحكي بخصوص عيد الحب بخصوص العشاء مثلا بس أنا قلت له اني ما بحب عيد الحب أصلا بس هو قال انه الشغلة كلها مو أكتر من خمس أو عشر دقائق طيب معناها منحكي معه مع بعض ومنقول له لا ما فينا نرفض انا ما فيني يقول له لا للأسف ليش لأنه ما بعرف كيف رجعت عالشغل بعد كل هالمشاكل اللي صارت وصرحان قللي القصة كلها خمس دقائق مو أكتر عملية وخلصي صراحة بارش انا حاسة انه رح عرض حالي للخطر اذا قلت لا مشان هيك انا ما رح اقدر ارفض للأسف بس اذا انت بتحب احكي معهم تمام تمام ليكو عم يتصل هلا قالوا اهلين جهاد بك تمام ليسعد مساك ها ايه اختار اكتر فيلم كوميدي او مسلسل وتفرج عليه اكتر فيلم كوميدي بتحبه اه يلا اختار شي مناسب لشوف ايوا عود وتفرج ونقصد هلا جهاد بيسان كيفا شو اخبارا منيح وانت كيفك انا كمان منيحة بارش شو عم يعمل عم يحكي مع جهاد بيك في مشكلة صغيرة هو بالحديث خير ان شاء الله اه جهاد بيك بدو يا نعمل ريبورتاج صغير بخصوص عيد الحب حتى فكر يعمل تصوير بمكان خاص بس الحمدلله غير رأيه يعني عم يجرب حظه اه فهمت وبرا شو رأيه ما بعرف الا وقت بنيحة عم يحكي برا وانا ناطرته ايه فهمت انا فهمان عليك يا جهاد بيك بس انا ما بدي لانه ما في داعي للقصة طيب ليك انا رح ارجع فكر مرة تانية ليك جهاد بيك بس ما بتوقع انه يتغير رأيه تمام ماشي يلا تصبح على خير هاي شو القصة بيسار حكيتلي شوي بس ما فهمت هاي قصص جلال باك الفاضي برش شوف اذا القصة مالا صعبة كتير عليك خليك مرني شوي اخي كيف يعني يعني اذا اجت قلتلك مرحبة رح تقول له مرحبة وراح تحكي كم كلمة حلوين بخصوص عيد الحب انا هيك فهمت مو هيك اما اذا بدون يعك تقول انك انت صالحت وانه علاقتك رجعت متل قبل فوقتها بيكون الوضع مختلف لا جهاد بيك غاية وغير هيك يعني بدون الناس تشوفنا مع بعض وبدون يحكوا عنا يعني بدون نسب مشاهدة بيسار ما بتدر تقول له لا وهي معها حق تعرف شو اللي صغير فما بده تكون سبب مشكلة جديدة ايه تمام معنات اروح احكي يعني احكي بالعموم ايه عيد الحب حلو كتير يوم رائع يوم مميز كيلك كلمتين وخلاص ليش عم تكبر الموضوع هيك هذا الحكي مجزق من شغلكم اذا عم بحكي كذا بقلي الفانس تبعكون اصلا بيحبوكون كاسوناي وهنا بيعرفوا انكم مو مرتبطين حاليا مشان هيك الشغلة فاضي احكي هالكلمتين وخلصنا بقا ايه تمام ايها روّق شوي لا تضخم الامور وتكبرها اخي بعدين هاي الشغلة شو بتشكل بالنسبة لقلك ولا شي بتعملها برفعة عين وخلاص بهادي المشهد بضحكه كتير صحيح ليش خطتها الفيلم تشوفه فريضة طلبت مني عم تحاول تساعدني لنرويق شوي ولازم اقرى شوي قبل ما نعم ولو خمس دقاي وكمان في عندي تمارين تبعات الاسترخاب وبعدها بدي شم زهر الخزام هنا اذا حسيت انه نافع خبرني انتي مبين معيك انه نافع هي بتحبك كتير سعيلة فريدة اليوم اتصلت فيني وسألتني اذا في شي منقدر نعملو كرمالك لنطالعك من هالوضع معنات وانتي كمان بتحبك كتير مو بس انا لانه اتصلت فيني انا كمان وسألتني عن وضعك ما قلت له شي ما هيك لا طبعا جلال انا فكرت كتير بكلامك هذا سرحان انا ما عم بقدر اتحمله يعني عم يضغط علي كتير عم يستفزني كل الوقت وعم يحاول يبهد لك وانا هالموضوع عم يزعجني واقف فوق رأسنا ما بعرف شو منقدر نساوي بالبداية رح يكون في صعوبة بس من ناحية تانية منكون احرار ما بعرف مين الممثلين الي بيحبوا يجوا معنا بس الموضوع بيستحق المخاطرة خلينا نترك ايجو ونأسس وكالة خاصة فينا يالله سلام باي بيسان باي ايه شو قال جيهاد بك انا حكيت معه بس ما اصريت كتير وقال انه الموضوع قصير ومعله محرز يعني شهرت خمس عشر دائق بس لا تقول لا لا تزعلي هيك انا بحكي معه ازطر الموضوع انتي لا تزعلي ابدا طيب ماشي لك معناها خليني امشي بالمناسبة هو قالك التوقيت شي يعني اي وقت رح تصير المناسبة المسا معقول التوقيت ممحدد انا ما بعرف تابعنا بحكي و بسألوا وبرد لك خبر ماشي تمام تمام شكرا كتير الله معك ايه معناها بسوفك برش تصبح على خير خليني وصلك ع الباب بس ما بدنا نحسس حدا بشي ما بدنا نقول شي واعتبارا من بكرة انتي لازم ترجع تداون بالوكالة اليوم فريدة عملت كل شي بيطلع بإيده لحتى تغطي على غيابك معنا هيا لميس خلينا نتصرف مثل كأنه ما في شي مثل كأنه ما صار شي ما عنا خيارتان بس انا ما بقدر روح على الوكالة بدي روح لعند سردار لازم شوفه يعني صعب كتير روح ايه ما في مشكلة المهم انك عم تشتغل وبعدها مندور على مكتب مشان الوكالة الجديدة ومنحكي مع الممثلين ليكو طبعا هذا كله بدنا نعمله بسرية انت غيرت رأيك يعني؟ لا تكون بدك تبقى بإيجو لا شو خطر على بالك؟ يعني حاسستك مو متحمس للموضوع يعني جلالة اللي بعرفه كان نطب الجو من الفرح أما هلأ ما عملت شي بيدل إنه فرحان سادقيني فرحة لاميس هلأ هيك حالتك وانت فرحان؟ لاميس انت متأكدة؟ ها؟ يعني لو إنه سرحان ما كان متزوج كنتي راح تفكري بالانفصال عن الوكالة؟ آخ لو سمحت هالموضوع لبقى تفتحه أنا أخدت قراري بالموضوعين تمام؟ أنا واضحة تماما بخصوص موضوع الوكالة وبالنسبة للموضوع الثاني أنا بكرة أنت موعد لو سمحت ممكن ما تصعي بالأمور علي لو سمحت ماشي شو مكان قرارك أنا راح أكون جنبك على طول تعارفي شكرا بتروح معي ما هيك؟ طبعا خلاص لميس خلاص لك شبك دي أتيلي خلقي تعرف شو؟ بدي أكل فريزي آي طعميني أنا كمان هم؟ بدي أكل فريزي أكل فريزي أكل فريزي موسيقى موسيقى رح أحكيه لك كل شيء بس أعطيني فرصة صرحة موسيقى 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 يعني وافق؟ أول شيء رفض بس بعدين غير رأيه ممتاز معناها ما في مشكلة لأمور كلها مع شيء تمام بكرة المسا ما نشوف كلنا مع بعض شو رح يصير موسيقى 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 باي ميرال أنا طالعه تمام يا روحي حلوين كتير موسيقى ميرال يا الله شو حلوين ميرال موسيقى 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 شوفي هو شو عامل مشاني؟ انتي مجنونة يعني؟ طول الليل وانتي عم تشتغلي فيها إذا ما عشبطوا رح ندفو أخذتي الزي؟ أهي أخذته طيب لا تتأخري روحي وأنا بحطوهم بغرفتي ماشي طيب بس اسمعي شو بدي قللك؟ بدي أتصور سيلفي معهم ورح أخذهم يكون بعلمك للحقيقة أنا كنت ناوي أبعد لحالي ورد بس البولينة أحلى استني لحظة عنجد كنتي بدك تبعتي ورد لحالك عالشغل؟ إيه وشوفي يا؟ كتير عادي يعني ما بتعرفي قديش منظر الطاولة الفاضية بعيد الحب بيزاعل عنجد كتير بيزاعل دجلة انتي عجيبة من العجائب ميران عنجد عجيبة تمام تمام أنا رايحول لكي واحكي تطق يوم ديري بالك مني إيه ماشي لا تخليوني تطقوا تمام اشتركوا في القناة